السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله باذن الله النهاردة هيكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح لحنا احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة ودي القناة بتاعتنا هتلاقي عليها كل شيء من احما موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة طبعا بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص ايه تطوع وايه السفر الى الخارج وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة بالاضافة كمان وفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا وايه كانت فرصة التطوع في في اتنام مش يعملها معظم ايه التكاليف وتم اعلان الفيازين في هزي الفرصة وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص جاي كتير التقديم واليقول فيه حصرية عن طريق قناتنا اه بالاضافة كمان وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لايه فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس ويردع عشان كل الفرص توصلك بسهولة وحب نوي كمان جماعة رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي نتكالم عليها النهاردة هتلاقوا موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة هي فرصة تدريب ممولة بالكامل في المانيا تمام آآ الدولة اللي هيكون فيها هذه الفرصة هي دولة المانيا بالنسبة ليه الجهة المانحة الجهة المانحة اسمها اكسبلور يوروب جي ام بي اتش تمام دي وكالة سياحية موجودة في آآ المانيا تمام الوكالة السياحية دي خاصة بالسفر يعني زي هي شركة سياحية كده آآ بتعمل رحلات للسفر للخارج وما الى ذلك فآآ الوكالة السياحية دي هدفها كده هدفها السفر وتنظيم الرحل تمام فده بالنسبة ليه الجهة المانحة بالنسبة ليه الدول المتاحة للتقديم في هذه الفرصة كل دول العالم متاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية سياوية تقدر تقدم بسهولة في هذه الفرصة تمام طيب مدة التدريب ده هيكون قدية التدريب اللي حضرتك هتاخده في الفرصة دي هيكون قدية التدريب ده هيكون ستة اشهر تمام هتاخد تدريب ستة اشهر. وفي حتة انا هقول عنها بعد شوية. تمام? ان بعد التدريب ده انت ممكن اه تفضل تشتغل مع المؤسسة بشكل انتظامي. يعني مثلا اذا انت عملت التدريب بتاعك وحابب تكمل شغل معهم ممكن تفضل تشتغل مع الوكالة السياحية. تمام? فده برضو حاجة من ضمن الحاجات الممتازة جدا في الفرصة. فهتاخد تدريب الاول لمدة ستة شهور. اه كنت في هذا التدريب جيد وكانت يعني اه مهاراتك كويسة بتقدر انك تشتغل معهم فيما بعد لو انت عايز. تمام? طيب. بالنسبة لنشاط التدريب والعمل مع المؤسسة او مع هذي الوكالة السياحية. حضرتك المفروض هتعمل ايه? او دورك هيكون ايه? المقبولين في هذي الفرصة. سوف يساعدون المنظمة في ترتيب الرحلات السياحية والصفر مع جروبات السياحة لمساعدتهم. انت هتكون من ضمن اعضاء فريق الصفر اللي هسافروا مع الجروبات السياحية لاستكشاف اه اوروبا. والصفر مش هيكون بس في المانيا. اه الجهة المانحة والوكالة السياحية طبعا اه هتسمح لك بالصفر حول اوروبا. فبالتالي انت هتسافر مع هذي الجروبات السياحية للمساعدة تقديم العون وما الى ذلك. والمساعدة في تخطيط الرحلات. تمام? وتأمين حجوزات الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية. تمام? انت هتساعد الناس في الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية اللي هيتم زيارتها. وانشاء قوائم الغرف ومصارات الرحلة وادارة الحسابات. والمساعدة في المبيعات الاسبوعية والتجارة الالكترونية. بقى انت هتساعد كمان في التسويق اه الوكالة السياحية. تمام? والمساعدة عن طريق الترويج للوكالة السياحية عن طريق السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي. وهيكون فيه واجبات اخرى. ولكن احنا حبنا نوضح بشكل عام ان الفرصة دي هتكون مركزة على الصفر مع الجروبات السياحية لمساعدته. تمام كده? طيب. بالنسبة ليه التمويل في هزي الفرصة? ركز معايا بقى عشان فيه تمويل هنا صراحة ممتاز جدا. اول حاجة هيكون فيه راتب شهري كبير من المؤسسة. هي المؤسسة ذكرت على موقعهم الرسمي ان هيكون فيه زي راتب يومي. تمام? الراتب اليومي ده هيكون كافي لاحتياجاتك. يعني اه الراتب اليومي ده هو بيتم تجميعه انت بتاخده كراتب شهري. تمام كده. فده بالنسبة ليه آآ الراتب الشهري هيكون موجود. كمان توفير الاقامة في السفر والفنادق للرحلة التي تذهب معها. يعني انت حضرتك طالع مع جروب سياحي هتكون تكاليف الاقامة والسفر تبع الجروب اللي انت هتطلع معاه هتكون على حساب المؤسسة انت مش تدفع اي تكاليف خالص. كمان وجبات الطعام على حساب المؤسسة. كمان السكن في احد الفنادق يعني السكن بشكل عام اللي هتوفره لك المنحة او الوكالة السياحية هيكون برضو مجانة. هيكون في مكافآت اضافية للمهام الاضافية. يعني لو طلب منك مهام اضافية او مثلا آآ وقت اضافي للعمل او كده. هيكون ده بتكلفة اضافية وهيكون لك ليه مكافأة مالية اضافية. تمام? كمان هيتم تزويدك ببطاقة مواصلات للتنقل داخل المدينة. اللي هيكون فيها آآ يعني مقر الوكالة السياحية. كمان السفر الى المانيا بسهولة عن طريق التطوع. تعتبر فرص التطوع من اسهل الفرص للسفر الى المانيا. اضافة كمان فرصة السفر واستكشاف اوروبا دون اي تكلفة. يعني انت هتسافر مع جروبات سياحية حول اوروبا بالكامل وانت مش تدفع اي تكاليف خالص. تمام? كمان زي ما انا وضحت لكم ومسكور على موقع الفرصة الرسمية او موقع الوكالة السياحية ان هناك خيار للعمل كموظف بدوان كامل بعد التدريب. يعني ممكن يحقق لك العمل معاهم بدوان كامل بعد ما تاخد التدريب. تمام? واي تكاليف اضافية هتكون على حساب الوكالة. ده بالنسبة ليه التمويل? يعني تعتبر كل حاجة شاملة في هذه الفرصة. طيب هنا عندنا الفرصة دي لا تحتاج شهارة لغة انجليزية ولا لغة المانية عند التقديم. مش مطلوب منك لا شهارة لغة انجليزية ولا لغة المانية. تمام? بس طيب لازم حضرتك يكون عندك مهارات يعني مسلا انت مش بتعرف اللغة الالمانية ومش بتعرف اللغة الانجليزية. بتعرف بس اللغة العربية. هيكون الموضوع صعب جدا. لانك لازم يكون معاك احد اللغتين. مش معاك مش شرط يكون معاك شهارة لغة ولكن الافضل يكون معاك يعني اه خبرة او يكون معاك ايه اه يعني بتعرف اللغة شوية. تمام? يعني مسلا سابيني المثال يعني الافضل يكون معاك اللغة الانجليزية حتى ولو بسيطة بحيث ان انت تقدر تتواصل مع الاشخاص هناك. يعني اكيد انت مش هتروح تكلمهم بالعربي هم هيردوا عليك بالعربي. فبرضو دي حتة اللغة الانجليزية لازم تكون بتعرف شوية انجليزي عشان تقدر تتواصل مع الناس هناك. تمام? اه كمان الملحة دي ليس هناك حد اقصى للعمر اللي التقديم فيها تقدر تقدم عليها سنك كبير سنك صغير مش مطلوب منك اه او مش مش ملزومة بحد اقصى العمر. كمان ليس مطلوب فيها خبرة في ذلك لان طبعا هي فرصة تدريب في البداية. فمش طلبين منك اي خبرة. تمام? وكمان هي متاحة لأي مرحلة دراسية سواء طلاب او خريجين من كل التخصصات متاح للجميع التقديم لها. طيب بالنسبة للاوراق المطلوبة في هذه الفرصة مطلوب من حضرتك انك تجهز نسخة من السيرة الذاتية بتاعتك السي في على الطريقة الاوروبية. تمام? كمان تجهز خطاب نية تعمل كويس. وتحدد لهم انت عايز تبدأ التدريب امتى? وتحدد لهم الراتب اللي انت اه في خطاب النية ده اللي انت تكتبه. حاول تحدد امتى موعد اللي هكي نسبك? تمام? امتى تبدأ معهم? وتحاول تحدد المرتب المتوقع. امتى اه مسلا اه يعني او ايه المرتب اللي انت متخيله في دماغك تلو? تمام? ده من ضمن الحاجات المطلوبة يتم ذكرها في خطاب النية. طيب بالنسبة لكيفية التقديم في هذه الفرصة عشان تقدم في الفرصة دي يتم ارسال كافة الاوراق اللي احنا قلناها فوق دي. هيتم ارسالها على هذا الايميل. تبعت لهم الاوراق على هذا الايميل وبانت كده قدمت بنجاح في هذه الفرصة. طيب اخر موعد للتقديم في الفرصة دي هو واحد ديسمبر الفين وعشرين. طيب موعد بدء التدريب والعمل بيكون امتى? بعد التقديم ازا تم قبولك هتتواصل معك الجهة المانحة وهيتم الاتفاق على الموعد المناسب لك ولهم. وطبعا انت هتكون محدد الموعد المناسب لك في خطاب النية. فبالتالي بيكون في اتفاق بينك وبينهم. تمام? طيب. هنا عندنا ملاحظة ان احنا قناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية. زي خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزها. يعني لو عايز تقدم من خلالنا على هذه الفرصة متاح. ونساعد ك في تجهيز كل الاشياء المطلوبة. في خدمة تانية اسمها خدمة تجهيز الاوراق بشكل عام وبشكل احترافي. عشان تقدر تستخدمها في التقديم بنفسك لاي فرصة ومنحة انت عايزها. وطبعا لو عايز اي خدمة من هذه الخدمات هتلاقي رابط استمارة كل خدمة موجود في صندوق الوصفة اسفل الفيديو تقوم بملء هذه الاستمارة وان شاء الله بإذن الله يتم التواصل معاك في غرب وقت وترتيب كل شيء. تمام? طيب. هنا انا هتطلقوا الاعلان الرسمي للمنحة والتقديم. تعال ان بص سريعا كده على الاعلان الرسمي والتقديم للفرصة دي او يعني التفاصيل الخاصة بالفرصة. هتلاقي هنا الموقع الرسمي. تمام? ده الموقع الوكالة السيحية تمام? ده موقعهم الرسمي وهنا حطين ان هم محتاجين آآ متدربين. تمام? آآ وهتلاقي كل التفاصيل مذكورة هنا. هتلاقي الحاجات اللي انت هتعملها المطلوبة منك تعملها هناك. هتلاقي هنا التفاصيل التمويل كل الحاجات اللي بيمولوها ذكرينها. تمام? وهتلاقي هنا كيفية التقديم انك ترسل السيرة ازاتية. ويكون معها خطاب ان ايه هو التاريخ المتوقع. للبدء والسلري او الراتب اللي انت آآ يعني تتوقعه. تمام? او اللي انت عايز تستخده في هذا العمل او التدريب. فكل التفاصيل هتلاقيها مذكورة هنا على الموقع الرسمي. فده الموقع الرسمي ليه? الفرصة اللي هي او الوكالة السيحية يوروب آآ اكسبلور يوروب ترافل. تمام? فكده انا شرحت كل التفاصيل منحة. شرحت ازاي تقدم ليها. شرحت مميزاتها كل التفاصيل تم شرحها. واخر موعد للتقديم هو واحد ديسمبر الفين وعشرين. فلو حابين تقدموا للمنحة ياريت تجاهزوا كل الاوراق بشكل ممتاز. وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق ولا بوليكم فيها زي الفرصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.